كابتن إيهاب جلال فعلا بطبيعة الحال الإسماعيلي ما كانش بيعيش أفضل فتراته السنوات القليلة الماضية لعيبة بتتباع لعيبة صعب إنك تشتري لعيبة عشان ما فيش فلوس في النادي عليك قضايا كتير كل ده تحملوا كابتن إيهاب جلال وفي نفس الوقت كان فيه متطلبات دايما عند جمال إسماعيلي جمال إسماعيلي ما لهاش علاقة بكل زروق هنا عايز الفرقة تكسب صحيح أم أدرة عايز الفرقة تكسب على طول كل ده كان يتحملوا كابتن إيهاب جلال بطبيعة الحال كريم كابتن إيهاب مرة بظروف صعبة السنة اللي فاتت السنة بقولك كمان جمهورنا بيحب إيهاب جلال قوي وعشان كده الأمور مشت كويسة بالشكل ده خلي بالك لو مدرب غير إيهاب كان هيحصل ضربات ويحصل مشاكل كبيرة لكن عشان الجمهور إيهاب ليه رصيدة عند الجماهير فالأمور مشت بالشكل ده فعلا الناس بتحبه جدا جدا وهو يستهل الحب ده لكن جمهورنا احنا عارفين قيمة النادي بتاعنا ليك يا كريم وانت عارف كل مدربين النادي الإسماعيلي اللي هما من جنا كابتن أيامات سليماني الكابتن محمود جابري الكابتن خايد الأمماشي الكابتن أبو طالب العيسى والكابتن أحمد عوزي الكابتن حمزة الجمل احنا لما اشتغلنا يا كابتن محمد وهبا لما اشتغلنا عملنا نتاك ويسا جدا نخلي بالك وانت فاكر وكل الناس فاكر طبعا والله العظيم طبعا عمري ما في حد من الأسماعي اللي انا بقولك عليهم دول نفس على هبوط ولا كلام من ده ولا بتاع أحسن نتاجة عملت طبعا لكن قدت بتلاقي ضغط وبتلاقي زعل من الناس وبتلاقي زي ما يكون مثلا انت تقول يا جماعة وانا قصرت الفرقة اللي هو بالعشم بقى اللي هو بالعشم وهم يعني حاسين بإيه متناديهم لكن لكن حبهم زي ما بقول لأهاب جلال اللي هو يستهله لأن أهاب كمان كان بيضحي بيضحي وبيتعب أنا أنا مفيش مرة الفترات اللي فاتت كلها الله يرحمك أهاب عدت معاه تحس انه مهموم أقول له يا ابني انت دنيا حلوة والفرقة بتلعب كرة كويسة وما فيش أي مشاكل لكن قلئن على طول قلئن بسبب هو بيحب شغله قوي وهو عمل اسمه كبير دوت بتعب فبيبقى حريص على كل تفصيلة فبجد وجد في حاجة مهمة في الكابت النقاب جلال كمان وهكلمك بصراحة شديدة أكابت المعشرة أبناء نادي الإسماعيدي طبعا بيحبوا بعضه العلاقة بينهم عظيمة بس ما كنتش بحس يعني مثلا لو كابت المعشرة فهو اللي بيشتغل مش شرط كل الناس بتدعمه يعني في مجموعة بتدعم ومجموعة ممكن متكونش بتدعم بس حسين الكابت النقاب جلال انه كلكم الكل بيدعب الكابت النقاب جلال فرحانين بالكابت النقاب جلال دايما بتقول أحسن حاجة كريمة انت وبتجيب حاجات أكيدك موجود معنا أيوة احنا كلنا بنحب بعض جدا كل مداربين صحاب والله وكذا بس يعني بيبقى فيه دعم لكن زي ما انت بتقول بالذات أهاب جلال لأ كله ملفوف كده وأهاب لأنه فيه الحتة دي أهاب بيعرف في لم الناس كلها ويعرف يعني يعني مش حاصة به زي ما بيقولك أنا يبقى أنت عامل فيه وتلاقيه بيقابلك بيكسفك اللي هو ما بيعملش عدوات خالص يعني مش بيصطنع عدوات يقول لك الكابتن أشرف عايز نقع فيكون بخياله في مداربين يفكروا كده أهاب جلال ما يفكرش كده لا لا إحنا ساعات بشخصياتنا مثلا حد بيكتب حاجة بتلاقيني منفعل وتلاقيني متعصب وبتاعه وكده بعض الأسماء التانية برضو اللي أنا بتكلمت عليها بيبقى فيها لكن لا أهاب هو شخصيته كده عشان كده هو كتم في نفسه كتير أنا كنت عارف أن أهاب كان تعبان كنت عارف أنه تعبان؟ أه طبعا هو كان تعبان وبيغيب وبعض الناس لأن أنا بقول بعض الناس لأن معظم الناس عارفة أهاب و كان عنده مشاكل وهو ما كانش بقول لحد هو الصدق ولها النادي وأن النادي يعدي وأن النادي في ظروف صعبة يابني روح أعمل كذا شوف كذا فحوصات يعني أه طبعا يعني هو كان فيه تعب قبل المفاجأة دي بس بعيدة عن الموضوع ده آه بس بعيدة يعني يعني أه تعرف حاجات بقى أه محتاج بتشك على حاجة الدنيا مش أحسن حاجة محتاج لكن الموضوع بتاعه ده ده موضوع المفاجأ بقى خلاص ده موضوع مفاجأ وهو طبعا كل حاجة ليه أسباب بس في الآخر خالص طبعا يعني طبعا إرادة ربنا وتوكل لكن هو دغوطات غير طبعية آه غير طبعية يعني أنا طول النهر أقول صحابي أنا أنا بزع وما بزع من حد بديله آه لا ما بسيبش حبا بجد بطلع لجوه لا آه 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 هاب كان آه آه ولا كلمة مفيش بس هو باين على شكله حتى كل الناس اللي عارفها شايفها الفترة الأخيرة يعني قدي إيه هو مهموم آه وقدي إيه كانت فرحته بعد لما الإسماعيلي قعد كبير مع اللعيبة بتاعته مش عايز أقولك وإحنا كلنا فرحينه إزاي فرحين طبعا لنا دينا وكده فالله يرحمه بشخصية ما تكررش تلقيت